بس هروح لمباراة النادي الأهلي في أحياناً في أحياناً مؤشرات تقولك إن في حاجة غلط الأهلي ختالة العالم الأهلي بطل أفريقيا لموسمين على التوالي معاه مدير فني هو أكيد الأفضل في الكرة دلوقتي بس لازم تحط إيدك على الجروح في الفرقة في مشاكل مشاكل إيه؟ الأهلي عنده مشكلة أزلية بقالها موسمين 3-4 وهي الجناحات الأهلي فعلاً عنده مشكلة كبيرة في الجناحات يلعب بطهر محمد طهر مستوى قليل يلعب بحسين الشحاد مستوى قليل يلعب بمكسوني قبل ما يتقلق المبرارة الماضية وغريبة أو النهاردة أنه ملعبش هيرجع لك على مكسوني بس يلعب بمكسوني ما فيش فايدة يلعب ببيرستاء وكجناح ما يلعب كمهاجم متأخر عنده مشكلة حتى عبدالقادر النهاردة وأنا مستغرب عبدالقادر بصراحة عبدالقادر أنت في مرحلة المفروض تقتنس مركز محمد مجد يقفش ده معناه إيه عشان تقتنسه مستوى ثابت في كل المباريات أو على الأقل يعني عشان ما فيش لعب مستوى ثابت في كل المباريات مستوى ثابت فأكبر كم ممكن من المباريات لحد ما تثبت رجلك لحد ما ما تيجي تلعب بقى وحش يقولوا لأ هيفضل برضه في الملعب لكن أنت دلوقتي ممكن تفقد مركزك الأساسي اللي أنت وصلت له بالصعوبة في تشكيلة النادي فأحمد عبدالقادر أكيد محتاج راجع نفسه فطاهر محمد طاهر وحسين الشحات تحديدا أنا ما بقيتش فاهمهم أنا ما بقيتش عارف هما يعني المفروض إيه اللي يحصل عشان مستوىهم يتحسن ما بقيتش عارف ضغط جمالي بيحصل عليهم يعودوا على الدكة والمدرب يعني من الآخر كده يبين لهم العين الحمراء بيحصل طيب وبعدين وبعدين حاجة غريبة جدا تم جابي اتنين واحد برقم كبير جدا حسين الشحات وواحد زي طهر محمد طهر كنت متعشم أنه يبقى بديل جيد أو خليفة جيدة لمكان رمضان صبحي اللي اتنين مش موجودين تقريبا في تشكيلة النادي لألي غير مؤثرين بالمرة في أي مباراة تعالي بقى على محمد شريف محمد شريف أنا وإنت مش هنختلف أبدا أنه مهاجم كبير وهده في الدوري يعني خطر مش محتاج أنا حتى كلامي مهاجم كبير وعنده إمكانيات كبيرة ويا ما قلنا قديه محمد شريف لعب عظيم جدا محمد شريف حصل اللي حصل في كلاسة الهوم الأفريقية وما خدش مكانته أو ما خدش مكان أسايا في تشكيله عشان كان كله سكيلوش يعتمد على مصطفى محمد في مركز المهاجم هو حس من جواه أنه كان يستحق الفرصة حقك كل لعب يبقى متخيل أنه يستحق الفرصة وكل لعب شايف نفسه أنه أفضل من كل الموجودين حقه تماما بس لما ترجع النادي الأهلي وما تستغلش كل الفرص اللي ادهالك موسيماني الدعم الكبير اللي ادهولك موسيماني الثقة الكبيرة اللي ادهالك موسيماني الإصرار عليك في الملعب حتى وإنت بتقدم مستويات مش جيدة عشان ترجع تاني من موسيماني كل ده ما يستغلوش محمد شريف ده في الوقت اللي فيه واحد على الدكة برة كان متقلق في كأس الرابطة قبل الإصابة اسمه حسام حسن ما بياخدش أي فرصة حقيقية من موسيماني بصراحة خطأ كبير من محمد شريف إنه ما يستغلش الفرصة بشكل جيد وخطأ كبير من موسيماني الإصرار على محمد شريف عشان يدعمه ويسنده دموقف كويس في حد ذاته بس لما اللاعب ما يستجبش يبقى فيه لعب تاني برة ممكن يبقى هو اللي مظلوم حسام حسن من حقه ياخد ومن حقه يتجرب هو كمان من حقه ده العدل لأهل النهاردة ضيع كتير أو مش كتير قوي يعني ضيع بس مش كتير قوي كان فيه أخطاء في الكارات من اللاعبين كان فيه أخطاء كبيرة جدا في التمرير وفي التزديد وفي النهاية الهجمات ما كنتش فاهم ليه لعب النادي لأهل النهاردة متوترين انت متعادل في أول مباراة قدامي لأهل خالج ملعبك حتى لو كنت مفروض تكسب بس في النهاية هو تعادل خارج الملعب فهو يعتبر نتيجة جيدة مش محتاج تتوتر انت بطل أفراقيا المسلمين المتالين تاريط العالم بتلعب ساندونز مش في أفضل نسخة لي عندهم أبرز اللاعبين سليونه غايب عن الفرقة فانت المفروض داخل المباراة دي وانت مستريح نفسيا هادي تقدر تنقل الكرات بسهولة ويسر وتقدر توصل للجوم بسهولة ويسر نهاردة الأهل يحط نفسه بأزمة بدون داعي اختلتة وعنده مباراة أخرى مع المريخ المباراةين يلعبهم في ملعبه فهو عنده على الورق مباراةين قدام المريخ على ملعبه أو في مصر يعني يقدر يكسبهم الست نقاط مباراة أخرى قدام الهلال يقدر يكسبها فيجمع تسع نقاط تسع نقاط قبل حتى مباراة ساندونز في جنوب أفريقيا يكون معاه تسع نقاط عموما اليوم حزين بالنسبة لي وبالنسبة لكل الناس للكرة المصرية خسارة مش منطقية من الأهلي وخسارة كان ممكن يتلافيها نادي الزمالك من الوداد